لزميلنا شريف شعبان من أمام ملع مباراة نتعرف منه على الأجواء هناك وآخر الأخبار قبل بداية اللقاء بسالة الخير يا شريف بسالة الخير كابتان عيمان تحياتي لحضراتك ولديوفك الكبار ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان من يعني محيط استاد من جميل اللي بيتسع أو اللي بيستضيف لقاء السيمبة التنزاني والنادي الأهلي المصري يا رب بإذن الله النهاردة يكون يوم موفق للنادي الأهلي والنفوذ بإذن الله بإذن الله بإذن الله يمكن أعلن الآن مستر رابيتسو مسماني التشكيل اللي يخود باللقاء في حراسة المرمى الحارس محمد الشناوي أمامه اتنين سردباكين ياسر إبراهيم وبدر بنون علمين محمد هاني وعلى الشمال محمود وحيد ثلاث ديفندرات في وسط الملعب أليو ديانج أكرم توفيق حمدي فتحي أمامه كهرباء وأجايق وراس حربة بواليا تشكيل أعلنه منذ قليلة مستر بيتسو مسماني اشتغل عليه من أول أما حضر إلى تنزانيا اشتغل عليه ومسسابت واشتغل عليه يوم الحد ويوم الاثنين كرب أكثر من طريقة ولكن كان باين في التمرينات أول لو هيعتمد على هذا التشكيل بعد طبعا مشاهد فريق سيمبا أكثر من مرة وشاهد خطورة فريق سيمبا في أكثر من مباراة وفي الكورة السابتة وكل التكتك الخاص بفريق سيمبا تنزانيا اتحركنا من فندوق اللي قام في الساعة الثانية زورا بتوقيت تنزانيا الواحدة زورا بتوقيت القيارة في خلال تلت ساعة كنا موجودين في استاد بن جمين اتفاجئنا بعد الجماهير كبير جدا حوالين الاستاد عدد كبير يمكن يعدل عشر تلاف في داخل الاستاد قالولي في حوالي عشر تلاف ولي أعلنه عن خمسة وعشرين في المية من ساعة الاستاد أي خمستاشر ألف فقط تذكرة ولكن من الشكل العام العدد أكبر من خمسة ألف بكتير ربنا يكرم بإذن الله وكل ده كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة متكلم فيه مع اللاعبين رئيس البعث الأستاذ محمد ضماطي متكلم فيه مع اللاعبين عن الفصل التام ملناش علاقة من اللي بيدور خارج الملعب نركز فقط في المستطيل الأخضر متعودين على الضغوط الكتير وبإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي كابتن أيمن لو عندك أي استفسار أي سؤال من تنزانيا هجاوبك على أي استفسار طب مني يا شريف على الحالة المعنوية والفنية للعيبة الحالة المعنوية جيدة جدا مرتفعة جدا مستر بيتسو مسماني النهاردة كان الساعة 12 ونص بتوقيت تنزانيا كان فيه محاضرة تكلم فيها مع اللاعبين عن النقاط القوة والنقاط الضعف عن تشكيل المباراة الوجوه فيه ثقة على وجوه اللاعب النادي الأهلي مفيش خوف بلغة الكورة اتكلمت مع اللاعب والناس اللي بتركب الباص مش راهبين الموقف مش فارق معهم خالص هذه الأجواء تكلموا مع بعض مبارح في المساء وتشدوا بعض الكباتين الكبار سعد سمير عيمن أشرف الشناوي عمر السلية تكلموا مبارح مع لعاب الفريق النبوكرة ما يكونش فيه أو النهار طبعا يعني ما يكونش فيه ضغوط خالص ونقدي قورتنا عادي ونلعب قورتنا العادي الاستاذ كويس أرضية الملعب كويسة هنقدي عليها ما نخافش من أي حد إحنا أبطال أفريقيا حملين اللقب لسه راجعين من مطولة كبيرة جدا كان فيها فرق كبيرة جدا قدرنا نتعامل معهم فلا بطمنك مع الدنيا بخير بإذن الله التوفيق بس يكون موجود معنا وهنفوز النهاردة بإذن الله بإذن الله بإذن الله انت قلت لي ان فيه عدد كبير من الجماهير يمكن عادي لعشر تلاف أو تقريبا ندخل على خمساشر ألف هل فيه تواجد للجالية المصرية هناك مشجع أهلاوي أو مصراوي من مختلف الأندية ولكن التشجيع اليوم إلى النادي الآلي في الأستاذ لسه معرفش يعني هيكون التواجد أديها في الأستاذ ولكن من الشكل العام ومن الخبرات الزغيرة اللي عندي مش هيعدي طبعا المية ولكن أعداد فريق تنزانيا كبير يعني هيعدي الخمساشر ألف مستريح إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي وشكرا جزيلا للزميل العزيز شريف شعبان ودايما المتواصلين مع بعض الحد نهاية المباراة الشريف إن شاء الله وكل التوفيق لنادي لك